وما يزيد المنطقة إقبالاً وحضوراً وجود ألعاب الأطفال داخل الحديقة، ومطعم وبزار سياحي للهدايا، بالإضافة إلى وجود محطة مواصلات خاصة بجانب المكان تسمى محطة مينياتيرك، ويمكن الوصول إليها من أي مكان في إسطنبول عن طريق المواصلات العامة. وتتضمن العديد من الألعاب، منها القلعة العثمانية والمتاخة والقطار، الذي يقدم لأطفالكم جولة رائعة في أنحاء الحديقة. وهناك إقبال كبير من الأطفال من أجل التعرف على المعالم التاريخية بدون مخاطر السفر، بحيث يحصلون على معلومات أجدادهم دون عناء التنقل بين المدن المتباعدة. طبعاً مكان رائع جداً، فيه آثار قديمة عن كل البلدان، فيه مثل قبة الصخرة، ومسجد سلطان أحمد، ومسجد الآي، شفنا عشياء آثارية عن تركيا والبلدان الثانية، شفنا مثل مسجد الأقصى، شفنا قبة الصخرة، شفنا آية الصوفية، شفنا مسجد سلطان أحمد. ترجمة نانسي قنقر